بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا رسول الله الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه وتحياته وبركاته إليه أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما أجمل أن تعيش في هذه الحياة وتترك لنفسك أثرا طيبا تستمتع به في حياتك وتنتفع به في أخراك قال ربنا تبارك وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إن إماتة الأحياء وإحياءها وكتابة الأعمال وإحصاءها وكتابة ما يترتب على الأعمال من آثار وعلى الآثار من منافع أو مضار لهو أفصح برهان على قدرة الملك تبارك وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين دلت هذه الأعمال الكريمة المباركة على أربعة أمور عظيمة جليلة الأول إحياء الموتى في الحال أو المآل ثانيا كتابة الأعمال التي صدرت عن العباد ثالثا كتابة الآثار المترتبة على هذه الأعمال رابعا كل ذلك أحصاه الله عز وجل في اللوح المحفوظ والآثار الواردة في الآية الكريمة على معنيين الأول آثار أعمال الإنسان في حياته أعمال عملها الإنسان فآثارها تظهر للإنسان والله عز وجل أشار إلى ذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا قدم عمل فإن هذا العمل يكتب لهذا الإنسان بل إن الأثر هو سبب ورود هذه الآية المباركة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يخبر أن بن سلم كانوا في ناحية من المدينة فأرادوا أن يقتربوا من المسجد فنزل قول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن آثاركم قد كتبت فلم تنتقلون أي آثار الخطوات التي يخطونها من بيوتهم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم أجرها وكتب لهم ثوابها فلم تنتقلون وعليه فالإنسان إذا خرج من بيته إلى بيت من بيوت الله عز وجل ليؤدي فريضة من فرائض الله فإن الخطوات التي يخطوها الإنسان وهذه الآثار ينتفع بها الإنسان قال صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم عمد إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله إلا كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة ولذلك قيل أكثر الناس قال صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أجراً أبعدهم فأبعدهم ممشا على قدر ممشاك إلى بيت الله عز وجل يكون لك الأجر ويكون لك الثواب فهذا الأثر ينتفع الإنسان به الأثر أيضاً الثاني آثار الإنسان بعد مماته أي أن الإنسان في حياته عمل عملاً انتفع به في حياته ويبقى أثره في الدنيا فيمتد للإنسان أجره في الآخرة يبقى الأجر مشهود ما دام الأثر مشهود ويبقى الأجر ممدود ما دام الأثر وما دام أثره في الناس موجود ومن ذلك الصدقات الجارية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها كأن الإنسان علم علماً أو خلف ولداً أو كأن الإنسان أجرى نهراً أو كأن الإنسان ذرع شجرةً قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنساناً فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقةٍ جاريةٍ أو علمٍ ينتفع به أو ولدٍ صالحٍ يدعو له من الآثار الطيبة أن تترك ولداً صالحاً قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليرتفع في الجنة درجات كان في منزلة ثم وجد نفسه في منزلة أعلى فقال يا رب أن نالي هذه المنزلة قال ببركة دعاء ولدك لك فإذا تركت ولداً صالحاً وورثته تقوى الله تبارك وتعالى ودعا لك بعد موتك فإنك تنتفع بهذا ويبقى لك الأجر ما دام هذا الولد يدعو أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأثر الطيب في الدنيا وفي الآخرة وأن يرزقنا أجره في الآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى الحبيب المجتبى وآله والحمد لله رب العالمين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته